والسلام عليكم الآن أولا بتعمله بتكون البان 0 ولا وزن معلق هنا بتكون الإشي يعني مش متزن بتوزنها في عندكم رح ندرس إحنا من اللي 2F الأول بارت بس يكون المية بارشالي إميرزد والحالة الثانية فولي إميرزد That's it. شو عالي بارشالي إميرزد لحديت هان. فولي إميرزد كاملي. واضح لنشي واضح واضح لنشي إذن إحنا هسا المية ستتأثر بقوة بتأثر وين بهذا الاتجاه فتعمل القوة إلى وين لا أعلى صح ولا لا الوزن شو بعمل قوة تحت هسا القوة درب center of birchern شو بيعطيني درب distance بعطيني المومنتم صح ولا لا مضبوط ولا لا شو تعرف المومنتم اللي هي القوة في طول الذراع الفورس فاضح. نفس الاشي الوزن تبع الوزن هذولة في طول الذراع من هان اللي هانا بيعطيني ايش الومنتم. واضح ولا لا الرسمة واضحة الرسمة واضحة تمام. هلا بنيجى على ايش النيجى هانا هيعدكم انتو الويت شايفينه هيعندكم هانا بكون بارشالي اميرز هانا بارشالي اميرز هانا درين بس تخلص تجربة بتكبه الماء من هانا. واضحة الفكرة واضحة ايش. واضحة اميرز. بشكل عام الفورس شو تساوي اللي برشال في الاريا صح ولا لا؟ اللي برشال شو يساوي رو جي اتش او. او. اتش سي. شو يعني اتش سي؟ تبع التسلتروف برشار وين القوم بتأثر؟ هس هدفنا نطلع ال اتش سي. ايضا احنا بالنسبة لها الفيوت بيكاني خلصنا على. اكيوة شركها مواحد تعطيني الفورس اللي تأثر فيها المية على ركتانجولر. طبعا اخذوا بالكم. ركتانجولر هذا شو رح يكون مساحته بالنسبة للمية؟ مساحة وسط طيل صح ولا لا؟ الطوة في العرض مزبوط ولا ما بتأثر عليه هيك. بالاتجاه ايش؟ بالاتجاه هذا ما بتأثر. تمام هيك. صح ولا لا؟ صح؟ مزبوط بالاتجاه هيك. مزبوط؟ مزبوط. إذن هاي عندك انتم عندكم انتم المية بتعمل تأثير بهذا الاتجاه. فبالتالي بتعمل قوة لفوق بتعادل قوة اللي تحت. تمام؟ فبالتالي هذا رح يكون مسططيل عمارة على مساحة مسططيل بالنسبة لها. مزبوط ولا لا؟ تمام؟ مزبوط. هاي السرح ما خلينا نكمل. هاي السرح ما خلينا نكمل. هاي السرح القوة شو تساوي؟ الاشتخاصات ما بهمني كثير بس نمر عليها مره سريع. بس أنا حطيتها بس لكي تساوي الاشتخاصات هاي السرح في عندكم كيواشر رخم اثنين وكيواشر ثلاثة خاصتين مش مهم كثير بس انتم بتعرف انه الواي سنترويد تساوي الواي آر تساوي الواي سنترويد زائد عمد الواي في السيئة. هاي شاء نكاليك. هسا الاجسي اه إذا كان танجولار أي الواي سي شو تساوي الواي سي؟ الاجسي هو احبار عن الواي سي الواي سي اذا كان مستطيل شو مكون؟ واي آثنين موقع تأثير الحوة؟ نصها. تمام؟ طيب الارياء تبعتي المستطيل شو تساوي؟ واي الطول ضرب بي. شو هي بي؟ يلا شو هي بي؟ العرض تباحه. مرة ثانية. هاي واي هيا شفتوها؟ إذا كان هيك ها أو هيك حسب ما المي موجودة وضحات ولا لأ أنا عبيت مي لهانة شو الواي بتيجي من هان لهان عبيت مي لهان الواي من هان لهانة تمام طيب إذا الاريا اللي بتأثر فيها الوتر شو بتكون هاي الواي ضرب البي شوه البي اللي هو الوث تبع الكتان قد اللي جوه طلع على هنا هذا البي له إيش العمق تبعه والواي حسب ما أنا بمل المي واضح ولا لأ واضحة واضحة الفكرة لأنا واضحة إيش هي واضحة المي بتأثر إيش بفورس معينة هاي الفورس بتأثر إيش على مركز الضغط مركز الضغط اللي هو عبارة عن إيش أول إش الاريا هي واي محل ما مليت مية حسب ارتفاع ضرب بي بي ثابته تمام وبالنسبة لفضل آه وبالنسبة لالسنتر في برشار اللي يساوي وي على ثنين تمام إذا ناسا أنت بتعوض معادلة الاجسي يعوضها في معادلة لخم واحد الاجسي شو محلها وي على ثنين حط محل اجسي وي على ثنين واضحة شو بتصير معادلة هاي نص جي في رو هاي محل اجسي وي على ثنين صح ولا لا ومحل اي بي في واي شو بتصير بي واي تربية على ثنين واضحة أربعة ولا لا واضحة أربعة ولا لا حالو طيب شو هي الجي الجرايفي تكسيريشن الرو الدينسيت افوتر البي شو هي البي الويتس شايف هذا الويتس لجوه هاذا قز ولا جوه هاذا عبارة عن إيش تب فيو واضح تب فيو هاي الويتس لجوه والواي اللي هو الطول لحديت ما المية ملت إيش الحوب أنا مليتها ثلاث سنطة الطول ثلاث سنطة مليتها أربعة سنطة أربعة سنطة واضح ولا لا إذن شو الفورس تساوي هاف جي في دم سيتي وفي دم سيتي في بي في واي سيكوير واي هاي تاخد إنتي خرائتها واضح ولا لا ارتفاع المية واضح ولا لا بنات هلا هسا الآي إكسي اللي هو بالسيكيد مومنتم إكواش الخامس ستة بهم منيش كثير شوف على بهم منيش تمام اللي بهمني درجة على المعادلة هاي يعودتها من هاي المعادلة تمام عملت تعويضات والآي آر والآي سي فطلع معاي بالأخير بالأخير إنه نص المومنتم شو تساوي المومنتم يا الله المومنتم شو تساوي تساوي الفورس ضرب إيش طول الدراع صح ولا لا الفورس شو تساوي هيا نص نص جي في رو في بي واي سكوير اللي إحنا أخدناها في معادلة رقم إفهموني أربعة هاي الفورس ضربها في طول الدراع طول الدراع من هالهان تمام تمام من السنتر شايفينو طول الدراع هاذ هس عندك الويت الوزن الوزن إفهموني الوزن رح هيأثر في طول ضرفة معروف اللي هو ال مزبوط أولي لا ها الوزن عدوا صورة هاي هاي أوضح إفهموني الوزن شو طول دراع الوزن هن هانا واضح مزبوط ولا لا المياه أكار المي بتأثر وين هل بتأثر هام ولا بتأثر هنا ولا بتأثر هان ولا بتأثر هان ولا هان الفكرة اللي عملناها إنه المي بتأثر في هذا الطول واضح المي بتأثر وين في هذا الطول شفتوه هذا عبارة عن طول الضراع بالنسبة لمن للـ force of the water وهاي قوة المي وصلت؟ مهندس غزي أرجع حديدين لك كيف طول الدراع كيف تأثر الماء على طول الدراع أوكي هان عندكم انتو هاي الرسمي طلعوا عليها هاي شفتوها هسا من نسبة للويت اعمل مومنتا بالانس الوزن هذا فئل طول الدراع يساوي قوة الماء در طول الدراع المي وين بتأثر؟ هان ولا هان ولا هان من خلال الاكيواشن اللي عمناهن اتبين الي بديش اشتقاقهن انو الطول الدراع اللي المي بتأثر فيه تساوي ايه؟ زائد دي ناقص واي على ثلاث فيمتونه فيمتوش؟ اه اه فيمتا انتو بهمك معادلة رقم ثمانية فهموني؟ معادلة رقم ثمانية شو بتعطيني؟ بتعطيني المومنتم افكتب باي دا ووتر هاي اخذها من اي معادلة اللي هي اللي برشار في الاريا مزبوط وعوضنا محل الاريا بي في واي ومحل ايش الواي سي اللي هي ايش واي على ثلاثين ماذا تذكرين او لا؟ صح؟ هاي عبارة عن ايش الفورس الفورس ضرب طول الدراع طول الدراع تبع المي من جهة المي يساوي يساوي ا زائد د ناقص واعة ثلاثة وطول الدراع من جهة الوزن يساوي ال وزن ووزن هسا انا بحط وزن معين وبدير مية لحد ما يصير بالانس عندما يصير بالانس طول الماء اللي عندما يوصل المي لهواي صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ موقف عندها ساوي معادة ثمانية بتسعة بطلع عندي معادة رخم عشرة بتروح الجي مع الجي والويت مع الويت بصفي عندك the mass of the weight الماس شو تساوي؟ الو تساوي الماس في ايش؟ في جي صح؟ حط محل دابليو M في جي بتروح جي مع جي هانا بستويين ببعض اذا لاحظ انت الفورس افكتت باي داووتر اكيواش الرخم ثمانية والفورس افكتت باي داويت بكيواش الرخم تسعة ساوي كيواشة ثمانية بتسعة عفوا هاي المومنتم عفوا this is the momentum افكتت باي باي داووتر equal force of the water multiply by center of pressure طوله تمام؟ والتسعة اللي هي الويت افدا ويتس حجم الوزن الأوزان ضرب طول ذراحة هسا add balance عندما يصير عندك the momentum balance equation number 8 equal equation number 9 مزبوط ولي لا سوييني ببعض بصف عندك المعادلة الرقم 10 المعادلة الرقم 10 describe the momentum balance فور ايش فور سبمرجد ماشي فور ايش بارشالي سبمرجد ليش بارشالي سبمرجد؟ لانه انا ما عبيت مية لحدة الفلي لا الحال الاولى بارشالي سبمرجد واضح او لا يا ابنات الو الفرق بين ال ال والايزا ادي ناق سواعة ثلاثة ال 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 اللي هو عبارة عن طول الدراع بالنسبة لقوة الوزن وايزا ادي ناق سواعة ثلاثة اللي هي وين بتأثر المية على هان طلعوا هان من هان لهان المية بتأثر وين تأثيرها هانة واللهان 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 بالنسبة بالنسبة للليبر هذا بالنسبة للويت تأثيرها واضح منها اللي هي ناقل ما فيها جدال المية راح تأثر وين عند هاي نقطة ولا عند هاي ولا عند هاي ولا عند هاي فبتأثر عند A زائد D ناقص واي على ثلاثة واللهان ألو 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 تمام مهندس تمام مهندس هسا في عندكم بهمك انت بالأخير اكيواشن ثمانية و اكيواشن تسعة تعرف ان اكيواشن ثمانية تمثل الفورس ضرب الليفر boost مهند ألا الويت Weight of وبانز والذى ترى sytu اه الفورس بثلاثة دراع بالنسبة المهندس تمام هاي طول دراع كيواشن ثمانية التسعة و عشرة هم هنما مشيه طبعا هذولا من عيد اللامين لفولي سب ميرجد إكواشن ثمانية وتسعة وعشرة هذولا ذالد فور وات بارشالي سب ميرجد هسا إذا أنت زدت الوزن بزيادة بدك تزيد مية كثير صح؟ تزيد مية بزيادة رح تصير عندك السب ميرجد فولي سب ميرجد البلين هذا رح يصير كله غرقان في المية فالمعادلات اللي قبل الفولي سب ميرجد بديش أطوي عليكم الاشتقاق بهمنيش زي ما هناك بهمني ثمانية وتسعة وعشرة هانا بهمني إكواشن إيش خمستاش يا حنان انت سألتيني حسا بالنسبة معك مهندس بالنسبة للفورس أو المومنتم تبعت الويت ستابت سواء كان فولي سب ميرجد ولا بارشال اتفرقش صح ولا لا الوزن محله ثابت مزبوط مزبوط ولا لا عبنات شهد عبير اللي هو الوزن هذا ضرب الطول سواء كان بارشالي سب ميرجد أو فولي سب ميرجد نفسه ثابت هو المومنتم افكتد با دا ويت إيكوال دابليو ملتبلاي باي ل واضح واضح ولا لا ايوه ايوه بالنسبة للفورس افكتد با دا ووتر في حالة ما يكون فولي سب ميرجد هاي الفورس طلعو وهاي طول الضراع إيكواشن خمستاش شو بيقابل هناك إيكواشن تسعة صح ولا لا عفوا إيكواشن ثمانية صح الفورس 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 دا ووتر طول الضراع تباحها هاي إيكواشن ثمانية شو بيقابل أغاد إيكواشن إيش يلا بيقابل أغاد إيكواشن ثمانية فور بارشلي سب ميرجد إيكواشن ثمانية فور فولي سب ميرجد يلا إيكواشن نيجي خمستاش هاي الفورس بيقابل أغاد إيكواشن ثمانية فورس وهاي الفورس ايش السنتر أو برشار أو اللي برش طول الضراع مزبوط ولا لا مزبوط حسن المعادلة خمستاش this is the momentum by the water equal to momentum by W ضرب L W ضرب L عوض محل WM في G ضرب L شيل G مع G بتلع عندك إيكواشن ستاش اللي هي النظيرة لإيكواشن عشرة إذن إيكواشن ستاش represent momentum balance فور فولي سب ميرجد and إيكواشن تن represent the momentum balance فور فارشلي طب ميرج واضح ولا لا واضح واضح نحن بهمنا بداية نواخذ القياسات A و D و C صح ولا لا إيكواشن عشرة ما بدها إيكواشن عشرة طلعوا بدهاش غير A و B نظبوط A و D عفر و B عفر و B فأنت أول التجربة بتحط شو بتعمل قول ما بد تبالش التجربة إثم علي بتأخذ القياسات A و B و D و L يا بنات ال L لمن هاي ال L هاي طول ذراع الويد صح مظبوط ولا لا مظبوط هسا A و B و D هاي أبعاد معا همزة هاي الأبعاد A و D بنعطيكم إياها هايها بتمثل هاي الأبعاد طلعوا عليها هاي A و B و D بتشوفوها هاي الأبعاد بنعطيكم إياها بتسجلوها كونستانت فبالتالي بس الأبعاد هاي تسجلها إنت افهموني يا بنات بس تسجلونا الأبعاد هاي هاي وطبق معادلة اللي هي عشرة ال A given وال D given وال B given وال L given شو مصف عندك متغيرات يلا شو متغيرات Y و M Y و M الراقل كنت تابت صح ال Y هايها وال M L is given وال B is given وال A is given D is given this is constant this is for the dimension of the apparatus تمام this is the water given معروفة فأنت بصير شو تعمل تحط وزن وضيف مية لحديث ما يصير بالانس تأخذ ارتفاع المية هاي وصلت ولا لا آه بنات وصلت بنات وصلت مهندس بس يس أنت راح تصير تعمل تضيف مية وظلك تضيف لحديث الوزن اللي عندك يتوازن مع المية بلقول وقف خلاص خذ الطول واي وشوفوها ووضحات ولا لا فهموني إذن أول شي بتواخد أنت إيش دائمين شنهاي اللي عندكم الثلاثة بعدين أول شي بارش بس تكون واي أقل من دي اللي هو شو يعني دي هاي دي هاي طلع علي دي هاي الطول كامل هاي كل آياتها تمام اللي هو يعني هان هموني اللي هانا اللي هي بتقاملة عندك في الرسمة هاي بالرسمة هاي هاي دي شفتوها هاي شفتوها لا فبس تكون الواي تحت عندكم أقل من دي فوقيها أعلى من دي بارشة لسبمرج واي أعلى من دي أعلى من طول طباحة كامل بتصير فولي سبمرج دات ست فشو بتعمل بتأخذ الماس بتقيس الواي بتأخذ الماس بتقيس الواي اللي اللازمة من اتفاع الواتر that is required to achieve the momentum balance لحد ديت ما توصل ايش الواي تساوي دي بعدين الواي صارت أعلى من دي ستضيف الوزن الزاد فت بأي مرحلة انت والفولي سبمرج صح ولي لا ألو 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 بس بس الصين الواي أعلى من دي بتفوت هاي مرحلة الفولي سبمرج مزبوط انت لحالك بتقرر يعني ونت تدير مية فضل مين عندي سؤال كانت الصورة نسواحة هيك كويس طيب بس هيك خلصت حسن الحسابات كالتالي شو بتعمل يلا بتأخذ M على Y تربيع فهموني الماس على Y تربيع بترسموا علاقة M على Y تربيع مع Y واضح وليلا مش انت Y سجلت أنت Y مع M بتأخذ الماس اللي طلعتوا عن كل Y بتقسموا على Y تربيع M على Y تربيع بال Y Axis بال X Axis Y طيب ليش ليش يعني أنا باقول لكم ليش احنا هسر البرش سبمرج الكل يرجع لعليك يوش رقم عشرة شفتوها أولي لا تمام ألو موجودين قسمين عواية تربيع هاي المعادلة بتصير M عواية تربيع شو تساوي قسم على L تساوي نص رو في B تقسيم L في A زائد D ناقص واعة ثلاثة صح وليلا صح هسا النص في الرو في البي تقسيم L كله كونستان فوت جوه صفي عندك M عواية تربيع مع ايش مع واي شايفين أولي لا إذا المعادلة 15 بتقسم على L بتقسم مع واي تربيع L بيجي هنا أو واي تربيع بنروح على left hand side بتصير M مع واي تربيع تساوي intercept زائد إشي درب واي يعني معادلة إيش linear واضح أولي لا intercept ناقص slope في واي لو تعمل إيها manipulation تطلع علي من الكل يطلع الانترسكت يساوي رو في بي في زائد دي تخسيم 2 على L وبيكون slope يساوي ناقص رو في B على 6 L وضحة ولا لا وضحة 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 أه أيوة هسا slope اللي عندك يساوي ناقص رو ضرب B over 6 L بترسم العلاقة طبعا العلاقة قليلة صح بس إيش إيش ظلا decreasing مش increasing مش تنسو تمام والانترسكت شو تساوي الانترسكت في بي في زائد دي تخسيم إيش 2 L واضح واضح تمام أوكي فإنت شو بتعمل هسا شو بتعمل في التجربة بتأخذ إنتي بس تخلص ترسل بتأخذ الرو في B ال actual value على 6 L بتشوف كم ال actual value اللي ال actual وبتطلع slope ثير تتكلم من الرسمي صح ولا لا بتقارن من البعض هعيد ولا ما عيدش الله تخلص مش أنت ال-B عندك معروفة وال-L معروفة وال-Dist معروفة إذا ال-Scope انت عرفته صح ولا لا تمام تعرفه قبل ما ترسم الرسمي هل يساوي ال-Scope تبعا الرسم ولا لا واضح كذلك ال-Intercept مش ال-A وال-B عندك وال-B وال-L معروفات بتحسن ال-Intercept بعدنا تحسن انت ال-Intercept بتقارن من ال-Intercept اللي عندك في التجربة فإذا بالامتحان جبتلك سؤال ثانية جبتلك سؤال بوضتلك إنه A وB المعروفة وال-Intercept أنت من الرسمي طرحت ال-Intercept تقدر تطلع من هال-D صح ولا لا مظبوط مهندس سعادة عيد إذا في الامتحان جبتلك M على Y تربيع versus Y وأعطتك الرسم البيانية طلعت أنت الدرس البيانية طلعت قيمة ال-Intercept وكان عندك ال-B معروفة وال-L معروفة وال-A معروفة فبتقول أنت ال-Intercept طلعت الرسمة يساوي Rho في B في A زائد B على L أعطتك آه في الامتحان وال-A أعطتك آه وB شو بتحسب منها D صح ولا لا وضحط الفكرة ولا وضحط إيش وضحط 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 تمام واضح هسا ال-Sloop لازم يكون بالسالب والعلاقة linearly decreasing هذا البارش لل-Sloop Merged لل-Full Sub Merged ولا إشي نرجع على المعادلة خمسطاش معادلة خمسطاش قسم على L وقسم على إيش يلا على Y تمام فبصير عندك Rho في B في B على L ضرب هاي الفانية تساوي M على Y إذن ترسم إنت إسا لاحظ في الفل Sub Merged ترسم إيش ترسم إنت ال-Y C ترسم M على Y C مع ال-1 على Y C واضح إلا ترسم إنت مرة ثانية ال-M على Y C مع ال-1 على Y C هيا طلوا على العلاقة هيا بيني واضحة هيا قسم M تخسيم Y C مع إيش هاي Y C لا هاي مش Y C 1 على Y C شفت الفرق بين أم لا أم مهندس إذن if you plot the intersect between M over Y C versus 1 over Y C بتكمل حالك خذ بالك Y C شو تساوي Y C يلا Y على 2 صح مزبوط سنترويد ل vertical ل plane طول Y شو سنترويد إلو نص الطول إذا خدت القيمة إنت إخدت قيمة M مع Y في حال المارش فلي سميج هاي Y مثلا عند M تساوي 3 4 طلعت معك Y يساوي 7 إذن Y C شو تساوي 7 تخسيم 2 و 3 و نص واضح أم لا مهندس مهندس أن Y C شو تساوي Y over 2 Y C equal Y over 2 إذن أنت بتعمل بين M على Y C مع Y over Y C الانترسج رو في D على L في A زائد D صح وللها يوم داخلين جوا والاسلوب رو في B في D على L multiply by D square على 12 D square شفتوا عادي عادي شفتوا هيا هيا فبنكون عندك من الكيواشن هيا هيا أنا عمل أنا ارتبت لكم الماني ولهذا طريقة أحسن القديم كثير طلع علي كيف مرتب هس اتطلع الكيواشن 16 هو عبارة عن رو B D كمعة 12 L والانترسج عبارة عن رو B D على L في A plus D over 2 واضح وللها هذا يستكون عندك كل بروسيجر يختلف كامل ومعادلات تختلف كامل بارس الى سب مراجد different الكيواشن لاحظ العلاقة بين العلاقة بين M على YC و 1 على YC هي علاقة إيش increasing لعنى slope في الموجب ففي الامتحان بجيب لك ما ضيع عليها وقت انا بجيب لك علاقة بقول لك هاي بارش ولو فلي اذا increasing اكيد فلي فبمرج لانه decreasing تكون بارش هيك في الامتحان رح اجيب لك شغلات بس يعني بس تعرف بدون قانون ممكن تعرف تعرف ممكن الدائرة وتحل إذا جبت لك خلاقة اكيد بس مش رح تكون فلي سبمرج صح صح ولي لأ ازبوط لانه الفلي سبمرج اللي سلوه منه في الموجب واضح ولي لأ اللي بتجيئة منها كنتين بس اعطيك الخراءات بس رح اعطيك أنا هذون الخراءات بس باعطيك أنا الفالو تبعت ال-A وال-B وال-D وال-L هاي كونسة تلعطها تلعطها في المختبر أصلا مودي لكم إياها وباعطيك عند باس تساوي كذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس خراءات خمس خراءات ثانو خمس خراءات أو أربعة مع أربعة اللي باعطيك إياها شو بتعمل بترسم Y أيوة على M تربيع مع إيش مع Y صح وبترسم Y على MC على Y مع واحد على Y سي وهذه كان البارشالي بتطلع الانترسيت والسلوب لكل واحد فيها هنا من السلوب بتطلع باليو من الانترسيت تطلع باليو بتقارن الفاليو تبعت الانترسيت بالاكتشوال مع الريال باليو مع الاكتشوال باليو مع الانترسيت فواضح قولي لا تايمين شو يعني؟ يعني هالا فولي ساب بيرجي الرو أنا عارفها والبي والدي عارفن والإيه والدي عارفن والإيه والدي عارفن حسنت الانترسيت قبل ما أعمل التجربة خلاص؟ خلاص بعد ما أعملت التجربة ورسمت العلاقة بين M تربيع على YC بين واحد على YC لازم أعمل Verification and validation for my experiment that Theoretical Intercept اللي طلع معي ع طريق بلوت the M over Y squared agents Y over YC تمام؟ هذا الانترسيت لازم يعطيني Value تساوي هاي الValue والسلوب لازم يعطيني Value تساوي هاي الValue بالدقار وشوف الأرور اللي عندي يا بنات واضحوا لي لا؟ واضح 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 إذن أول إشي compare between the experimental results and the theory for both cases مقصود فيها extend results اللي هي الانترسيت والسلوب Give reason for the disc disc discrepancies if any اللي هو عدم التلاقض يعني between the major and the predicted values of the above expression for the graph parameters and then discuss about the percentage of error عارفينها تعرفوا بس that's it مهندس الأرور بين الانترسيت والسلوب الثنين يعني التجربة الأولى إذا أعمل error الثنية آه عندك أنت فولي بارشاني ساب ميرج مش طلعت سلوب إلها؟ طلعت إيه؟ الترسبت السلوب الأصلي اللي هو الناتج من 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 هذا السلوب الأصلي اللي هو شو السلوب الأصلي رح يكون هذا صح ولا لا؟ السلوب اللي عندي اللي هو فعلية رح يكون هذا ناقص رو في بي في سل الرو والبي والستة على الأل كلها معروفة بحسب هاي سلوب إيش اللي هو اللي هو اللي هو الأكتشوال سلوب الثنين كان السلوب اللي طلعته من إيش من الرسمة شو فرق بينهن بس آآ آآ تمام كذلك الانترسيبت بس رخمين بدان نشي إيش طلعت من الانترسيبت الانترسيبت الالو إلو آآ 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 في الرسمة مثلا 12 فور إكزامل 12 هنا تضرب الرو في البي في الازا ديع تنقل طلع معاك 12 و 7 في العشرة أيوة بتقول في عندك إيرسا واضح مهندس 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 من عندك سؤال؟ هيا خلصنا مهندس 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 إنه هي ما؟ شي عادة بس مش كتير صحة مش كتير لانه يعني انه بالله حتكون غير، لأنه إحنا يعني بس لا التيورتكالبارت أتوقع حنا طويل سيتوه يعني اللي عملو كده طيب تهيورتكالبارت شكرا